السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات في كل أنحاء الأرض وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة الكريمة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله أحداث النهاية سلسلة علمية منهجية جديدة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي يسعدني يسعدني ويشرفني أن أقدمها في هذه الأيام للبشرية بصفة عامة وللمسلمين بصفة خاصة لا أقدم هذا الموضوع الخطير الآن من باب الترف الفكري ولا من منطلق الثقافة الذهمية الباردة الباهتة التي لا تتعامل إلا مع الكلمات وفقط بعيدا عن الأحوال والأفعال كلا فما أيصر التنظير لكنني أقدمها الآن لإخواني وأخواتي لنحصل زادا علميا رائقا واضحا بينا ليدفعنا هذا الزاد لنعمل عملا يقربنا إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة لا سيما وأن فقه المرحلة التي نعيشها الآن يتطلب منا أن نكون على بصيرة بأحداث النهاية والإيمان باليوم الآخر وبما يرتبط به من أحداث من علامات صغرى وعلامات كبرى وبما يسبقه من الفتن والملاحم الإيمان بهذا اليوم ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا نعم فنحن نتحدث عن ركن من أركان الإيمان لا يصح إيمان الإنسان إلا به ألا وهو الإيمان باليوم الآخر ففي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه أن جبريل سأل النبي الجليل صلى الله عليه وسلم ما الإيمان قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره إذن الإيمان باليوم الآخر وما يرتبط به من أحداث سأبينها إن شاء الله تعالى على سبيل التفصيل ركن من أركان الإيمان بالله الجليل جل جلاله نعم أيها الأحبة أقدم أحداث النهاية في هذه الآونة وفي هذا العصر الذي طغط فيه الماديات والشهوات أقدم أحداث النهاية في عصر طغط فيه الماديات والشهوات بل وانشغل فيه كثير من الناس عن رب الأرض والسماوات وكثرت فيه الذنوب وتراكمت فيه العيوب وقل فيه الخوف من علام الغيوب سبحانه وتعالى لا أقدمها الآن هروبا من الواقع لا بل أقدمها تصحيحا للواقع لا أقدم الآن أحداث النهاية هروبا من الواقع لا بل أقدمها الآن تصحيحا للواقع ذلكم الواقع النازف الذي تجسد دماؤه المسفوحة وأشلاؤه الممزقة قصة البشرية التي تهذي كالسكران وتبحك كالمجنون وتجري كالمطارد وهي تئن من الألم تبحث عن أي شيء وهي في الحقيقة تملك كل شيء ولكنها حين أعرضت عن منهج الله جل وعلا وعن منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد فقدت كل شيء الواقع الآن يبين أن كثيرا من الناس يتعاملون في هذه الحياة الدنيا وكأن الحياة تنتهي بالموت ولا يتصور هؤلاء أن بعد الموت بعثا وسيقفون بين هذه الملك الحق تبارك وتعالى للسؤال والمحاسبة عن القليل والكثير عن الصغير والكبير قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وقال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس الشيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين نعم نصحح بهذه الموضوعات المهمة واقعا مزريا أليما يتعامل فيه الإنسان مع أخيه الإنسان بصورة وحشية بل أنا أقسم بالله ربما يفعل الآن الإنسان بأخيه الإنسان ما تستحيي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات لقد تناسى كثير من الناس هذه اللحظة التي سيعرضون فيها على الحق تبارك وتعالى وراح الكل يسابق الريح ويسابق الزمن للحصول على أي مكسب ولو على حساب إخوانه ولو على حساب البشرية كلها ولو سفك الدماء ولو مزق الأشلاء لا أقول ولو هدم بيتا أو مدرسة أو مصنعة بل ولو أزال دولة من الدول بل ولو أباد آلاف البشر نعم فقتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر وأقول لقد كثر الحديث لقد كثر الحديث بالفعل في هذه السنوات القليلة الماضية عن أحداث النهاية عن الملاحم والمعارك والأمارات والعلامات التي ستقع بين يدي ساعة تكلم كثير من الكتاب وكثير من الأدباء والصحفيين بل والقادة والصحفيين بل والقادة والمفكرين فضلا عن العلماء من المسلمين وغير المسلمين والمتتبع والمطالع لما يطبع من نشرات وكتب وجرائد وما يكتب عبر شبكة الإنترنت وما يدع عبر الفضائيات يؤكد أن وتيرة الحديث عن أحداث النهاية قد ارتفعت بصورة ملحوظة لا سيما وقد ارتفعت بالفعل على أرض الواقع حدة المعارك حدة المعارك المسلحة التي تستخدم أخطر ما وصلت إليه الآلة الحربية الحديثة تقول على سبيل المثال الكاتبة الأمريكية الشهيرة جاريس هالسل تقول بأنهم يؤمنون كمسيحيين على حد تعبيرها إنهم يؤمنون كمسيحيين بأن تاريخ الإنسانية سوف ينتهي وسيتوج بعودة المسيح إلى الأرض يؤمنون كمسيحيين بأن تاريخ الإنسانية سوف ينتهي بمعركة تسمى هرمجدون وستتوج هذه المعركة بعودة المسيح إلى الأرض ليحكم بعودته على الأحياء والأموات على حد سواه هذا كلام ينبغي أن نفكر فيه ويقول أورال روبرتسون صاحب كتاب دراما نهاية الزمن كل شيء سوف ينتهي في بضع سنوات كل شيء سوف ينتهي في بضع سنوات ستقام المعركة العالمية الكبرى هرمجدون أو معركة سهل مجيد يقول كل شيء سوف ينتهي في بضع سنوات فستقام المعركة العالمية الكبرى معركة هر مجدون او معركة سهل مجيد بل واظن انكم جميعا تعرفون القصة الامريكية الشهير جيمي سواغرت في مناظرته الشهيرة مع الشيخ احمد دي دات هذا القصة الامريكية يقول كنت اتمنى ان استطيع القول باننا سنحصل على السلام كنت اتمنى ان استطيع القول باننا سنحصل على السلام لكنني اؤمن يقول لكنني اؤمن بان هر مجدون مقبلة وسيخاض غمارها في وادي مجيد انها قادمة فليوقعوا ما يريدون من اتفاقيات السلام لن يحقق شيئا يقول فهناك ايام سوداء مقبلة ولا حول ولا قوة الا بالله بل في سفر الرؤية في الاصحاح السادس عشر في سفر الرؤية في الاصحاح السادس عشر فقره تقول وجمعت جيوش العالم كلها في مكان يدعى هر مجدون وجمعت جيوش العالم كلها في مكان يدعى هر مجدون اقول هذه الكلمات بل ولو تتبعنا غيرها لوجدنا الكثير 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 في هذه السنوات القليلة الماضية على وجه التحديد تتحدث بوتيرة مرتفعة كما اتضح لحضراتكم عن احداث الملاحم والمعارك الاخيرة التي ستقع بين هذه الساعة لكنني اؤكد لاخواني واخواتي من المسلمين والمسلمات ان لفظة هر مجدون هي لفظة عبرية تتكون من مقطعين هر ومجدون او مجيد وهر باللغة العبرية تسمى جبل ومجدون اسم مكان في فلسطين وادي او جبل في فلسطين لكن هذه اللفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم تثبت في السنة الصحيحة لكن لقد تحدث الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عن احداث النهاية وعن الساعة وعن علامتها وعن اشراطها بل وتحدث عن الملاحم والمعارك التي ستقع بين يدي الساعة بل وذكر الملحمة الكبرى والمعركة الحاسمة الفاصلة التي ستقع بين يدي الساعة او في اخر ايام هذه الدنيا بل ووصف النبي صلى الله عليه وسلم مراحل سير المعركة وحدد عليه الصلاة والسلام اين تدور رحاها وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى هذا كلام خطير الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عن الواقع الذي يعيشه العالم الان نعم سترون العجب العجاب سترون في هذه السلسلة العجب العجاب سأؤكد لحضراتكم بالدليل من كلام النبي الجليل صلى الله عليه وسلم ان ما ترونه الان بعينكم وما تستمعون اليه الان في وكالات الانباء وعبر الفضائيات ونشرات الاخبار قد تحدث عنه النبي المختار الذي لا ينطق عن الهوى ستسمعون العجب العجاب في هذه السلسلة القادمة في احداث النهاية تدبر معي على سبيل المثال وسأرجع الى هذا بالتفصيل ان شاء الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الامام مسلم يعني حديث في اعلى درجات الصحة خلي بالك من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم الروم من الروم الروم او بن الاصفر امتدادهم الان في العصر الحديث الاوروبيون والامريكيون نسلوا بني الاصفر اوروبا وامريكا تدبر معي كلام الصادق الذي لنطق عن الهوى والحديث رواه الامام مسلم وغيره من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق صلى الله على من لنطق عن الهوى اين الأعماق هذه بالأعماق او بدابق الاعماق او دابق قلب بلاد الشام قلب بلاد الشام بل قد تعمدت ان ارجع الى قواميس اللغة القديمة القديمة لأقف على معنى هاتين الكلمتين النبويتين الأعماق ودابق فوجدت في قواميس اللغة القديمة ان الأعماق الأعماق مكان في حلب في سوريا وانطاكية او انطاكية مكان في تركيا صلى الله على من لنطق عن الهوى واسأل الله جل وعلا ان يحفظ بلاد المسلمين من كل شر ومكروه وشوء لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق او بدابق يا الله اسمع البشرة دي قال فيخرج اليهم جيش من خيار اهل الارض يومئذ فيخرج اليهم جيش من خيار اهل الارض يومئذ فاذا تصافوا اي للقتال اذا استعد الفريقان والجيشان للنزال وللمقاتلة وللتلاحم ولبدء المعركة الفاصلة الحاسمة قالت الروم هكذا يقول الصادق قالت الروم اي للمسلمين خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم ايه ده ما معنى هذا خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وفي هذه الكلمات النبوية دليل على ان كثيرا من اهل الروم من الاوربيين والامريكيين بلغة العصر سيسلمون لله تبارك وتعالى ويؤمنون به ويؤمنون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وينضمون الى صفوف المسلمين ويقاتلون مع المسلمين انهم صاروا منهم تنبر حتى لا تملأ قلبك بالهزيمة لترفع رأسك لتعانق رأسك كواكب الجوزاء ان الجولة القادمة بالتفصيل النبوي ستكون لدين محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكم وددت ان ابين بالتفصيل كيف يكون التمكين لدين رسول الله والحمد لله الذي قدر لنا ان اتطرق لاحداث النهاية لابين لحضراتكم هذه الجزئيات التي يفكر فيها الان كثير من اخواني واخواتي مع هذا الواقع النازف والاشلاء الممزقة للمسلمين في انحاء الارض بل ولهذه الحملة الاعلامية من غير المسلمين بل من رؤوس كبيرة من غير المسلمين تتطاول الان على الاسلام وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتساءل كثير من اخواننا واخاتنا كيف يمكن لهذا الدين ومتى وكيف ينصر هذا الدين والكل يحترق قلبه يريد ان يرى بعينه بشائر النصر ويريد ان يسمع باذنه اخبار النصر والتمكين الله جل وعلا لا يعجل لعجلة احد وليس احد اغير على الدين واهله من الله تبارك وتعالى وليس احد اغير على الحق واهله من الله تبارك وتعالى وليس احد ارحم بالمستضعفين الذين يقتلون وتسفح دماؤهم وتمزق اشلاؤهم من الرحمن الرحيم تبارك وتعالى لله ارحم بعباده من رحمة الام بولدها ولو غابت عن الحكم ايها الاخوة والاخوات فلا تغيب ابدا عن احكم الحاكمين جل جلاله اخي الحبيب كيف تنسب لنفسك الحكمة في عطائك وفي منعك بل في اي فعل تفعله وتنفي الحكمة عن من وهبك الحكمة وعن من وهب الحكماء في الارض الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد يؤتيها خيرا كثيرا معلش معلش ارجع معايا تاني ما تزعلش ارجع للحديث انا عارف ان انت مشدود عاوز تعرف ايه الحكاية ايه القصة كيف يمكن لهذا الدين ارجع شوف كلام النبي عليه السلام لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم ها عش معايا بقى وركز اوي لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالاعمق عرفت الاعمق فين ها في قلب الشام في قلب بلاد الشام ماهم اهل الشام في رباط الى يوم القيام وهذه الارض التي ستحدث عليها الملاحم والمعارك الكبرى بين هذه الساعة كما سابين ان شاء الله تعالى لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالاعمق او بدابق فاذا تصافوا ايه القتال يخرج فيخرجوا اليهم يومئذ جيش من خيار اهل الارض يومئذ فاذا تصافوا للقتال قالت الروم ايه للمسلمين خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا يعني اخرجوا لنا هؤلاء الذين هم من الروم ابتداء ولكن الله شرح صدرهم للإسلام انتهاء فانضموا نصفوف المسلمين بفضل الله جل وعلا خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فقل المسلمون لا والله لا والله لا نخلي بينكم وبين اخواننا خلاص اسلموا الله تبارك وتعالى لا والله لا نخلي بينكم وبين اخواننا قال صلى الله عليه وسلم فيقاتلونهم يبدأ القتال شايف الوصف الدقيق النبي عليه الصلاة يقول ايه قال فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا لا حول ولا قوة الا بالله اول ثلث في الجيش الاسلامي يهزم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا ليه ليه ده في القتال وشالين السيوف او الاسلحة على تفصيل سابينه ان شاء الله وتعالى ليه لا يتوب الله عليهم ابدا ليه ثبت في رواية اخرى في صحيح مسلم ساذكرها الان ان شاء الله ان هذا الثلث من الجيش قد ارتد ولا حول ولا قطع الا بالله امام الفتنة ارتد نكص على عقبيه وترك الدين بالكلية ولذلك قال سيد البشرية فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا ردة نسأل الله ان يثبت قلوبنا وإياكم على الحق والدين حتى نلقاه انه ولذلك اوعى تتمنى لقاء العدو لا تتمنى لقاء العدو لا تتمنى ان تفتح صدرك الفتن وانت تقول لا انا اكبر من ان ابتلى بفتنة تؤثر في قلب لا 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 لان اعافى فاشكر خير من ان ابتلى فاصبر لانك لا تدري في وقت الابتلاء هل ستصبر ام ستنقص على عقبيه لا تدري اذا قابلت العدو انك ستثبت ام ستنقص على عقبيك ولذلك قال الصادق لا تتمنوا لقاء العدو لكن انقدر الله عز وجل اللقاء فاثبتوا يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الى اخر الايات فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا ده التلت الاول في الجيش الاسلام في المعركة الفاصلة الحاسمة الاخيرة دي طير التلت التاني قال الصادق صلى الله عليه وسلم ويقتل ثلث هم افضل الشهداء عند الله يا الله ويقتل ثلث هم افضل الشهداء عند الله خلي بالك الشهداء دي لها اصفياء الذي يموت شهيدا شهيدا لانه ليس كل من سقط في الميدان شهيدا خلي بالك من دي ليس كل من مات في ارض المعارك يعد عند الله تبارك تعالى من الشهداء لا بل قد يقتل في الميدان وهو من اهل النيران ايه ده بتقول يا عم الشيخ بقول لحضرتك قد يقتل في الميدان وهو عند الله من اهل النيران لان الاعمال بالنيات قال الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل مرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه مالوش حاجة يعني له في الدنيا ما اراد هو يريد ان يكون بطل يريد ان يكون جريء يريد ان يكون شجاعا يريد ان تشر الي وكلات الانباء ووسائل الاعلام يريد ان يصور هنا او هناك او هناك هذا ما يريده وقد اخذه في الدنيا لكن لا شيء له عند الله تبارك تعالى في الاخرة لقد قال الصحابة رضوان الله عليهم والحديث في البخاري ومسلم اشاروا الى رجل يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة قالوا يا رسول الله ما ابلى اليوم احد مثل ما ابلى فلان لا يدع شاذة ولا فاذة في العدو الا تبعها فضربها بسيفه درج البطل دفارس مغوار قال النبي المختار هو في النار يا رب سلم شيء للسيف وبيقتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صفيف الموحدين يحكم عليه الصادق الذي لا انطق عن الهوى بهذا الحكم الخطير هو في النار مش ممكن قال احد الصحابة انا اتيكم بخبره لازم نشوف ايه القصة دي فاتبع الرجل اذا جرى جرى معه واذا وقف وقف معه ظل يراقبه مراقبة مراقبة شديدة وصار ملازما له ملازمة الظل لصاحبه الى ان اصيب هذا الرجل بسهم سهم طائش كذا اصابه فلم يتحمل هذا الرجل الالم فوضع رمحه في الارض واتكأ بصدره على سن رمحي فقتل نفسه فقتل نفسه يا الله فعاد الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشهد انك رسول الله اشهد انك رسول الله قال وماذاك فاخبره فاخبره فقال النبي حديثه الجميل الذي تعرفونه جميعا ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيدخلها لا حول ولا قتل الا بالله وان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيدخلها فيدخلها اللهم ارسونا حسن الخاتمة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالخواتيب يعني ممكن ممكن ربنا ارزقنا درجة الشهادة اه بصدقك بصدقك والله العظيم بالصدق قد تكتب عند الله في الشهداء والله قد يكتب الرجل عند الله تبارك وتعالى في الشهداء بصدقه ففي صحيح مسلم من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ينال الشهادة بصدقه وان مات على فراشه يا راحلين الى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا ان اقمنا على عذر نكابده ومن اقام عن عذر كمن راحا من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه يا الله شايف الرواية من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه وقد يقتل في الميدان وهو من أهل النيران كما ذكرت حديث النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام طب ارجع معاه للرواية قال عليه الصلاة والسلام فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله تبتلت التالب بأه قال صلى الله عليه وسلم ويفتتح الثلث يعني الثلث المتبقي ارتد الثلث الأول من الجيش الإسلامي قتل الثلث الثاني من الجيش الإسلامي تبقى الثلث الثالث والأخير قال فيفتتح الثلث أي الأخير لا يفتنون أبدا الله يا الله لا يفتنون أبدا ما فيش أي فتنة تؤثر في هذه الصفوة الكريمة ده غربلة خطيرة جدا شوف خلاصة الخلاصة بأه لا إله إلا الله الرواية تنة اللي وعدتكم بيها في صحيح مسلم من حديث يسيري بن جابر عن يسيري بن جابر قال والله يتخلي بالك معاي قال هاجت ريح حمراء بالكوفة هاجت ريح حمراء بالكوفة أنت متصور لما تشوف ريح حين ترى ريحا عاتية وتملأ الجو من حولك بالغبار الأحمر رعب رعب يقلع القلوب بمجرد ما بتقوم الريح فقط ويعني تنفر الرماد الأصفر هذا الذي نراه هنا ولا تكتر شيئا القلب ينخلع القلب ينخلع والريح جندي من جنود الله تبارك وتعالى أهلك الله عز وجل بالريح أقواما وأما عاد فأهلك بريح بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية تنبر القرآن الريح آية من آيات الله تبارك وتعالى ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح إذا رأى الريح يفزع وهو من هو يقوم يخرج ويدخل لا يقعد فيسأل فيقول عليه الصلاة والسلام أخشى أن يكون الله تبارك وتعالى قد أمر إسرافيلة بالنفخ في الصور إلى هذا الحد بأبي هو وأمي وروحي ومن هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر خلي بالك معايا بيقول يسير بن جابر هاجت ريح حمراء بالكوفة يا الله فجاء رجل ليس له هجيري يعني رجل سطعال جدا مش مفهوم الكلام من الانفعال ومن القلق ومن الخوف رجل بقى شاف المشهد ده وجايب يدور على مين على صحابه من أئمة الصحابة وعالم من علماء الصحابة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على الغلام المعلم على ابن مسعود الذي من الله تبارك تعالى عليه بالقرآن وقال ما من آية من كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت ابن مسعود الحبر العالم ده الرجل جايب يقول له يا عبد الله بن مسعود يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة جاءت الساعة كان عبد الله بن مسعود متكئا نيم على إحدى جنبي فاعتذل الله على العلم والعلماء قال لا لا ولذلك في الفتن لازم نراجع العلماء هم اللي عندهم الحق لأنهم يقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فقعد ابن مسعود وقال لا لا يعني لم تحم الساعة بعد لم تقم الساعة بعد قال لا اسمع اسمع خلي بالك خلي بالك أنت تسمع العجب العجاب قال ابن مسعود رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة إيه كلام ده بيقول لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ثم أشار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيده نحو الشام وقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام الله أكبر وخلي بالك الحروب الآن الآن الحروب المشتعلة في أنحاء الأرض وأنتم تعرفونها الحروب في لبنان في العراق في أفغانستان في الشيشان في الصومال في السودان في كل مكان حروب عقدية دينية وإن ادعى قادة هذه الحروب الذين يشعلون نيرانها باسم الديمقراطية تارة وباسم الحرية أخرى هم يعلمون يقينا أنها ليست كذلك لا أقرر هذا من منطلق نظرية المؤامرة كما يقال لا بل من منطلق فهمنا لكتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال الله قال الله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ما تخلي بالك من القرآن ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم لم يقل له حتى يخرجوكم من أرضكم لا حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وقال جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عمدتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى هذا القرآن الذي بين أيدينا أيها الموحدون على وجه الأرض فأنا لا أنطلق في هذا التأصيل من نظرية المؤامرة كما يقال وإنما أنا لست محللا استراتيجيا ولا عسكريا ولا إلى غير ذلك وإنما أنا أتكلم بآية من كتاب الله وبحديث من أحاديث الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه ارجع معايا للرواية وما تستعقلش عليها بس عاوزك تركز وأنت أيتها الفاضلة أنا أخاطب الأمة كلها في هذه الحلقات التي أسأل الله أن يجعلها نافعة وأن يجعلها دافعة لنا إلى العمل لما يرضيه سبحانه وتعالى لأنني لا أقدمه من باب أن نملأ قلوبنا بالتواكل لا بل بالتوكل على الله وإلا فالذي أخبرنا بهذا هو الصادق المصدوق الذي لم يذق طعم الراحة مع أنه يعلم علم اليقيم أن الجولة الأخيرة لدينه حتما بموعود الله سبحانه ومع ذلك بذل كل ما يملك من أجل نصرة هذا الدين فيجب علينا أن نبذل كل ما نملك من أجل نصرة هذا الدين وأن ندعى النتائج لرب العالمين سبحانه وتعالى جاء رجل ليس له هجيري إلا لا يفهم من صوته المرتفع ولا من كلماته المتهدجة المتقطعة إلا يا عبد الله بن مسعود يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة جاءت الساعة فكان متكئا فقعد قال لا لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ثم أشار بيدي نحو الشام وقال رضي الله عنه عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام قلت يسأل يسير بن جابر عبد الله بن مسعود قلت الروم تعني ما تخلي بالك قلت الروم تعني قال ابن مسعود نعم نعم اسمع لتفصيل شوف الملحمة تبقى الزاه قال رضي الله عنه وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة التلت الأول في الرواية لأن ذكرتها آنفة اتدوا خرجوا من الدين قال رضي الله عنه وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة يعني يقدم المسلمون مجموعة من الأبطال الصادقين المخلصين ليكونوا طليعة لهذه المعركة وليكونوا طليعة لهذا الجيش الإسلامي ويشترط هؤلاء على أنفسهم ويعاهد هؤلاء ربهم تبارك وتعالى ألا يعودوا إلى صفوف الجيش الإسلامي إلا وقد حققوا أمرا من أمرين إما النصر وإما الشهادة فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة يا نصر يا شهادة اسمع ماذا قال قال فيقتتلون أي تقاتل هذه الفئة الأعداء فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة يعني إيه يفيء هؤلاء يرجع المسلمون ويرجع غير المسلمين ولا يتحققوا نصر في هذا اليوم لا للمسلمين ولا لأعداء المسلمين وتفنى الشرطة يفنى هؤلاء الذين عاهدوا رب الأرض والسماء على النصر أو الشهادة كلام جميل قال فإذا كان اليوم الثاني شوف أيام المعركة النبي بيحددها بكم يوم عليه الصلاة والسلام قال فإذا كان اليوم الثاني يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة قال فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة سبحان الله فإذا كان اليوم الثالث اشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثلاثة أيام تستمر المعركة لا ينتصر فريق من الفريقين وتفنى كل الفرق أو كل الأعداد التي قدمتها قدمها المسلمون ليكونوا طليعة لهذا الجيش الإسلامي اسمع يقول فإذا كان اليوم الرابع فإذا كان اليوم الرابع نهد نهد إليهم بقية أهل الإسلام نهد أي نهضوا وتقدموا فيجعل الله الدبرة عليهم وفي لفظ فيجعل الله الدائرة عليهم أي على أعداء المسلمين فيجعل الله الله الدبرة أو الدائرة عليهم فيقتلون مقتلة لم يرى مثلها جلم الحمى الكبرى سماها الغرب بأسماء مختلفة لكن أنا بتكلم الآن بكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يعنيني أن أقف عند كلمات لهؤلاء أو لهؤلاء وإنما يعنيني أن أتكلم بثقة مطلقة وأنا أذكر قال الله قال الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيقتلون مقتلة لم يرى مثلها يا الله لم يرى مثلها اسمع شوف التعبير يقول حتى إن الطائرة حتى إن الطائرة لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا يعني إيه يعني من كثرة القتلة في أرض المعركة ومن كثرة الزهم ونة وتغير الرائحة الطير في السماء يطير من شدة النتا والزهم يسقط يخر ميتا فما يخلفهم حتى يخر ميتا فتعاد بن الأب الواحد عيلة كالطلع للقتال عيلة كبيرة فيها مية فتعاد بن الأب الواحد كانوا مئة فلا يجدون قد بقي منهم إلا الرجل الواحد يقول فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم فكالكلمة بمسعود في الأول لا تقوم ساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم قال فبينما هم كذلك إذ جاءهم الصريخ رجل بيصرخ بيصرخ إيه بيقول إيه وقعت فتنة أكبر من اللي كانوا فيها يا الله في فتنة أكبر من دي أيوة أيوة وحنتكلم على بالتفصيل إن شاء الله إذ جاءهم الصريخ إن الدجال الله أكبر إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم فيرفضون ما في أيديهم أي من الغنائم يرفضون أي يلقون خلاص لا حاجة لهم في هذا فيرفضون ما في أيديهم ويبعثون عشرة فوارس طليعة ليستطلعوا الأمر ليتحققوا من وجود الدجال بالفعل فيبعثون عشرة فوارس طليعة اسمع اسمع الله تخلي بالك شوفوا الصادق المسطوق يقول يقول صلى الله عليه وسلم فيبعثون عشرة فوارس طليعة والله إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم يا الله اللهم صلي وسلم وبارك على الصادق المسطوق الذي لنطق عن الهوى تاني تاني شوف النبي بيقول إني لأعرف أسماءهم أسماء هؤلاء العشرة من الفرسان إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هنوفع عندها خيول إيه ده فيه دبابات وفيه مضرعات وفيه صواريخ وفيه طائرات قول وإني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم وبعدين يقول عليه الصلاة والسلام هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ طيب السلاح ده مختلف قد يكون لها أكثر من معنى أو مراد والله سبحانه وتعالى أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قد يكون عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن السلاح بسلاح عصره بسلاح زمانه وهذا قول ولا نبغي أن نقلل من قدره بل هو القول المخترع عند الكثيرين والقول الآخر قد تتعطل هذه الأسلحة كيف بس عم الشيخ ما تكلمنا كلام عقلاء يعني نحن مش درويش برضو تعطل الآن سبحانه ربي العظيم تعلمون جميعا أن هذه الأسلحة الآن وأن جل ما في الكون وفي الأرض يتحرك بالكمبيوتر ولعلكم تذكرون أن نوعا من أنواع الفيروسات قد أصاب جهازا يعرف بالجهاز البيجر في ولاية من الولايات الأمريكية فتعطلت الأجهزة في هذه الولايات بكاملها حين أصيب الكمبيوتر الرئيس بفيروس من هذه الفيروسات وأشعت جميكا ربما منكم من قرأ أو سمع إلى آخره لكن أنا لا أجزم بشيء من هذا إنما أنا على يقين مطلق بأن الله جل وعلا سيهيئ الكون لمراده سيهيئ الكون لمراده سيهيئ الكون لما قضى وقدر ودبر سبحانه لأن الكون لا تحكم فيه أحد من الخلق ولا تحكم الكون والأرض قوة من القوة أو دولة من الدول لا 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 والله بل الكون كله يدبره رب العالمين سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فالأمر أمره والملك ملكه والتدبير تدبيره وهو القادر على كل شيء إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولازلت أذكره وأنا في إحدى الزيارات لأمريكا حينما سألني أحد الإخوة الأفاضل كيف يقول الرسول على السلام وقال وانا خلو لهم ويعلقون سوفان في أخصان الزيتون كما سنرى كيف ونحن نرى الأسلحة الآن تختلف قلت والله لا أدري الله أعلم بمراد نبي صلى الله عليه وسلم وفي صبيحة هذا اليوم قدر الله عز وجل أن يأتيني أحد الإخوة ليصطحي بني معه في سيارة الخاصة وكانت أحدث موديل سيارة مرسيدس أحدث موديل وتعلمون طرق أمريكا وكنا في وقت الشتاء القارس ونزل بباب لا يمكن أن ترى من خلاله أي شيء وإذ بالأخي فجأة يتوقف قلت سبحان الله يتوقف السيارة موجودة أحدث موديل الطريق ممهد مليئ بالبنزين قائد السيارة موجود وفجأة أنزل الله جنديا من جنده فتعطلت الميكان ووقفت في مكانها لم يستطع أن يخطو خطوة واحدة قلت لا إله إلا الله فالله على كل شيء قدر لكنني لا أستطيع البتة أن أجزمه بشيء وأقول هذا هو مراد رسول الله فهذا ضرب من مجازفة فضلا عن رجل يتكلم بالدليل من كتاب ربنا الجليل ومن كلام البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم الله إذا أراد شيء فإنما قل له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث عن بعض الملاحم وتحدث عن الأشراط ومع ذلك أيها الأفاضل تدبروا معي أقول لا يستطيع عاقل على وجه الأرض فضلا عن عالم أن يقطع بوقت محدد معلوم لنهاية العالم أو لقيام الساعة أكرر لا يستطيع عاقل فضلا عن عالم أن يقطع بوقت محدد معلوم لقيام الساعة لأن هذا من الغيب الذي اختص به ربنا تبارك وتعالى لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وقال الله عز وجل يسألك الناس عن الساعة يخاطب نبينا المصطفى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة قال الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها امتم عدها ما وقتها واين ستقع فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم ما رونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وفي صحيح مسلم من حديث عمر بالخطاب رضي الله عنه وفيه أن جبريل سأل النبي الجليل متى الساعة فقال المصطفى ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يا الله أمين أهل السماء يسأل أمين أهل أمين أهل الأرض عن الساعة متى الساعة قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل جبريل يعلم أنه لا يعلم عنها شيئا ولا جبريل نفسه يعلم عن وقتها شيئا ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فإذا كان أمين أهل السماء وأمين أهل الأرض لا يعلمان شيئا عن وقت قيام الساعة فلن بغي لعاقل أن يجزم بأن الساعة ستقوم في السنة الفلانية وفي الشهر الفلاني إلى آخر هذه الكلمات والتواريخ التي قرأنا منها يعني تواريخ كثيرة تواريخ كثيرة وقد حذرت مرارا من ذلك لأن هذا ضرب من المجازفة وهذا جهل متين وهذه رقة في الدين لا يستطيع عاقل أن يقول بأن القيام وأن نهاية العالم ستقوم في الوقت الفلاني في الشهر الفلاني في العام الفلاني أبدا أبدا ومع ذلك أقول أيها الأفاضل الله سبحانه وتعالى الذي أخفى وقت قيام الساعة عن كل خلقه بل عن الملائكة المقربين أطلع رسوله المصطفى ونبيه المجتبه محمدا صلى الله عليه وسلم على أمارات أو علامات أو أشراط الساعة نعم أطلعه على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر إن مفاتح الغيب خمس مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله وقرأ قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة يعني يعلم وقت قيام الساعة وحده لم يطلع عليه ملكا ولا نبي مرسله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت أقول ومع ذلك أطلع الله نبيه على الأمارات على العلامات على الأشراط وقال عليه الصلاة والسلام قال الله ابتداء في حق نبيه عالم الغيب فلو ظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول وقال الله عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء وفي مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش وقال رسوله بشر يتكلم في الغضب والرضا قال فأمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له النبي وهو يشير إلى فمه الشريف المبارك أكتب أكتب فهو الذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق يقول حذيفة بن اليمان والحديث في صحيحي لقد خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله وفي صحيح مسلم من حديث أبي زيد عمر بن أخطب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر يا الله فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا بل قال المصطفى أعدد ستا بين يدي الساعة والحديث رواه البخاري من حديث عوف بن مالك قال المصطفى أعدد ستا بين يدي الساعة ما هي نتعرف عليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن ينفع بهذه السلسلة وأن يرزقنا فيها الإخلاصة والسدادة والتوفيق وأن يجعلها دافعا لنا إلى العمل الذي يرضيه عنا تبارك وتعالى وأسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إنه ولي ذلك مولاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة